تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض قمة مجلس التعاون الخليجي الأربعين على مستوى القادة فيما من المرتقب أن يناقش اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود يناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجلس ومواصلة تحقيق الإنجازات التكاملية وفق الأهداف السامية لمجلس التعاون الأوساط الاقتصادية تترقب ما سيبحثه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من موضوعات حيوية تعكس التوجهات الصادقة لتكامل اقتصادي واجتماعي بين دول المجلس استكمالا لما تم إنجازه من مشروعات كالاتحاد الجمركي والمواطنة الاقتصادية والربط الكهربائي وتكامل الأسواق المالية وتقريب وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية على وعلى دفع عجلة التنمية الشاملة لتحقيق الاستقرار والنماء الاقتصادي ومن المنتظر أن يبحث القادة أيضا تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط العالمية وما تشكله هذه التداعيات من ضغوط على اقتصادات دول الخليج العربي وعلى نمو إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي قد يدفع إلى اتخاذ خطوات جادة نحو سياسات تنويع اقتصادات أسواق المنطقة هذا ومن بين التوصيات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال قمة اليوم ما يعنى بالتعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية والأسواق المالية بدول مجلس التعاون والربط المائي والأمن المائي فضلا عن تقارير المتابعة بشأن السوق المشتركة والاتحاد النقدي والسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والمفاوضات والحوارات الاستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية وغيرها إن مجلس التعاون الخليجي لا طالما أثبت منذ نشأته بأنه كيان راسخ قادر على تحقيق أهدافه وحماية إنجازاته ومصالحه وسوف يظل دائما واحة للنمو والازدهار لخير وصالح مواطنيه والأشقاء العرب والإنسانية جمعا اشتركوا في القناة